بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل معا في مقرر Machine Elements Design 1 والإنترودكشن كنا تحدثنا في Stresses in Machine Parts وتكلمنا على Tensile Stress والCompressive Stress النوع اللي بعد كده اللي هو Shear Stress أو إجهاد القص إجهاد القص زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده عبارة عن فيه هنا لوح اللي هو واخد التحشير باللون ده واللوح الثاني اللي واخد التحشير باللون ده ومبينهم مصمار بيربط ما بينهم بالشكل اللي احنا شايفين هلاحظ هنا بوقوع حمل في هذا الاتجاه على هذا اللوح وقوع حمل معاكس على اللوح الثاني في الاتجاه ده هلاحظ هنا انه كل لوح من الألواح دي بيحاول ياخد معا الجزء بتاع المصمار في الاتجاه بتاعه هنا وهنا بالشكل ده فاللي بيحصل عندي كما لو كان الجزء ده هينفصل لو زاد الحمل عن تحمل المصمار اللي في المنتصف شايف الاريا اللي في النص دي هي دي المساحة المتأثرة هو ده المساحة المقطع المتأثرة الشير سترس أنا برمز ليه بالرمز تاو قيمته بتساوي الفورس اللي هي بي اللي هي هنا مقسومة على الاريا اللي هي مساحة مقطع المصمار ده طبعا لو في حالة ان المصمار واحد اللي شايل بس يبقى مساحة مقطع واحد ده القيمة بتاعته طيب اليونتس بتاعته عبارة عن ايه برضو نفس الكلام نيوتن على المتر المربع او دي الوحدة دي بنسميها بسكال وطبعا لان هي واحدة صغيرة قوي فعشان كده بنستخدم الميجا بسكال اللي هو بيساوي 10 قس 6 بسكال طيب مساحة المقطع المتأثرة هنا لو جينا نلاحظ هنا شايفين في حالة توازي مع الفورس لما ينطبق الشرط عندي يبقى الاسترس الناتج اسمه شير سترس مش نورمال استرس زي اللي احنا نقشناها قبل كده كانت مساحة المقطع عمودية على اتجاه القوة الحالة اللي زي دي كده اما انه يكون فيه توازي يبقى الاتجاه هنا والاتجاه هنا متوازين او في حالة تماث في الحالة دي اقول عليه شير استرس ودي الطريقة اللي بنميز بيها زي نعرف ان ده ازي كان ده نورمال استرس او شير استرس النوع اللي بعد كده اسمه البيارينج استرس او اجهاد التحميل او احنا نعليه يقوله عليه الكراشينج استرس اجهاد السحقة ده بيحصل امتى لما سطح يضغط على سطح شايفين ده ده عمود اهوت وموجود جوه الجورنال بتاعهم وهنا في تحميل ما بين السطح ده والسطح ده سطحين بيضغطوا على بعض او في الحالة اللي احنا درسناها من شوية على الشير هلاحظ ان هنا الجزء المشترك هنا شايفين الجزء ده تحميل ما بين سطح المصمار وما بين سطح اللوح كذلك نفس الحكاية على المنطقة دي تحميل ما بين سطح اللوح وسطح المصمار لكنه التحميل هنا غير منتظم يعني شايف الحمل هنا بيبقى قيمة كبيرة وبعدين يصغر لما تروح ناحية الاطراف عشان كده بنجيب له قيمة تقريبية اولا بنرمز له بالرمز بيرينج ستريس ده بنرمز له بالرمز سيجما بيرينج واحيانا نقول عليها ايه سيجما كراشينج قيمته بتساوي الحمل المؤثر اللي هو المحصلة بتاعة الحمل ده كله او الحمل اللي هنا في الحالة دي مقسوم على مساحة المقطع ومساحة المقطع دي تقريبيا يعني مثلا في حالة زي الحالة اللي عندنا دي هتبقى الاريا بتساوي تقريبيا قيمة القطر في سمك اللوح وده اللي احنا بنقول عليه البيرينج ستريس او الاجهاد التحميل او اجهاد السحق وبيحصل لما يكون عندي سطحين بيضغطوا على بعض نكتفي بهذا القدر ونستكمل معا انواع الاجهادات المختلفة في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة